السلام عليكم ازايكو يا حلوين عاملين ايه كل سنة وانتو طيبين معانا فيديو جديد مواصفات جديدة زي ما انتو شايفين كده مكرونة بشامل وكفتة يلو بينا عالخطوات معانا حلع النار هنضيف معلقة زيت وبصلتين مقطعينهم صغيرين هنشوحهم عشان نعصج اللحم الاول ونضيف الفلية وشطاية هنقطعهم صغيرين بردو هنشوحهم وبعد كده ننزل باللحمة المفرومة بتاعتنا ونقلبها كويس وبعدين ننزل بالبهرات ملح وفلفل اسود بهرات لحمة جسط التيب اي بهرات انتو حبينها واخر حاجة هنبشر طمطمويتين ونضفهم عليها ونسيبهم شوية كده يستوهم وكده اللحمة المفرومة جاهزة معانا معانا حلع النور هنسلق المكارونة بتاعتنا زي ما انتو شايفين اما تتسلق يلا بينا نعمل البشاميل معانا حلع النور معلقتين زيت معلقتين زبدة وطبع الكميات اللي انت عايزها هتزاودي طبعا وطبع الكوام اللي تحبيه هنحط 3 معلق دقيق ولو قابل للزيادة عايزها خفيف عايزها تقيل براحتك يعني هنبدل نقلب فيه كده لحد ما يبقى لونه دهبي وهنزل باللبن بتاعنا اللبن بتاعنا ده بالقشطة بتاعته يعني البشاميل مش محتاج نضيف عليه اي حاجة غري الملح والفلفل الاسود زي ما انتو شايفين احلى بشاميل اللي هتعمله في البيت ونقلب كده لما يغلي معينا من الاجناب ونشوف القوام بتاعه هنلاقي كريمي وانا هضيف دلوقتي ملح الملح ده بتاقب براحتك يعني ممكن تضيفه ابيض وفلفل اسود وهنقلب كله مع بعضه وهنلاقيه بيغلي كده من الاجناب هنجيب معلقة ونشوف القوام هتلاقوا كريمي زي ما انتو شايفينه كده وهنسيبه يبرد هيتقل كمان شوية يلا بينا عالخطوات معينا كل حاجة جاهزة هنضيف شوية بشاملة على المكرونة بتاعتنا ونقلبهم نضيف كمان شوية ومعنا لصانية بتاعتنا هنضيف شوية بشاملة كده قبل الطبقاتنا هنضيف شوية بشاملة كده قبل الطبقة الاولى ونفردهم كويس وننزل بالطبقة الاولى من المكرونة وعليها اللحمة المفرومة وننزل باخر طبقة من المكرونة ويكون معنا بيضا نضيفه على البشاملة الباقي ونقلبه كويس ونضيفه على الوش زي ما انتو شايفين كده وبس كده حلوين هندخل بالمكرونة الفرن وده شكلها بعد ما خلصت يلا بينا نعمل الكفتة اسهل الكفتة معنا لحمة مفرومة هنضيف عليهم بسلطين مبشورين بالمية بتاعتهم مش هنعصرهم معنا عودين كزبرة وشبت اوباء دونس حسب المتوفر عندك ومعنا فلفل حامي والبهرات بهرات كفتة وملح وفلفل اسود بهرات الكفتة تكفيان لو كيس جاهز او انت جايبها من العطار سايبة عادي ونقلب كويس ومعنا معلقة خشب كده او خلها تابع المتوفر عندك وهنصباحها كده تكون مفتوحة من الجنبين اسهل الكفتة ممكن تعمليها في البيت وبس كده هنصباحها معيكم ونحطها في الصينية وبس كده يا حلوين ودي احلى الصفرة يارب الفيديو يكون عجبكم ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتشجعونا كده انا وياسمينة احنا مجرد دي هوية وبنحب نشاركها معاكم وبس احنا اكيد بنتعلم وبنعلم بعض يارب الفيديو يكون عجبكم مع السلامة